أهمو هذا سؤالي ضعف الرقابة من الجهات المانية وعندنا تهاون كمان في استقطاب الكفاءات والتوطين اللي أنت قاعد تتكلم عنها طيب ضعف الرقابة تحدث عن جهة المانية تتكلم عن وزارة الصحة أنا أتكلم عن من هي الجهات الرقابية المفترضة تكون بدورها صحة العمل صحة وزارة العمل وفي برامج كثيرة قامت فيها الموارد البشرية وهي تخصص صحية بحيث أنه حتى العطلين هذول أن يوظفونهم وكذا لكن للأسف صحاب المراكز كله يدور مصلحته طيب يعني يدور مصلحته لكن ليس على حساب ابن الوطن ولا حساب صحة الناس وأسنان الناس طبيعي هذا نحن نقولها الحكي بس صاحب المركز هو فاتح بزنس هو يبغى يستفيد أنا أجيب لي أجنبي أعطي ستة لاف ريال سبعة لاف ريال أو نسبة فوقها وأنك تدخل لتارجت معين شهريا تشتغل كل شيء تقويم زراعة تركيبات فينير تسوي لي كل شيء كل شيء كل شيء ويدوم في بعضهم بعض المركز 24 ساعة وقت ما تريد تقوم تسح تروح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر